نبدأ بالطريقة الأولى لمعالجة الإرادات المقدمة وتقوم هذه الطريقة بمعالجة المبلغ المحصل على أنه خصم حيث أنه في ظل هذه الطريقة يتم إثبات المبلغ بالكامل عند تحصيله على أنه خصم ثم في نهاية السنة يتم تحديد الجزء الذي يخص السنة من هذا المبلغ وهو الذي يعتبر الإراد وبالتالي يتم تخفيض الخصم بمقدار الإراد ويظهر الإراد بعد ذلك في حساب الأرباح والخسائر والجزء المتبقي من الخصم يمثل رصيده الجديد الذي يظهر ضمن الميزانية نتذكر معا مثال منشاة عبد الله والتي قامت بتأجير جزء من مبناها للغير مقابل مبلغ إيجار شهري أو إيراد شهري لها قدره 2000 ريال وفي يوم 11 قابضت مبلغ 6 أشهر مقدمة طبعا 11 يعني متبقي من السنة ثلاثة أشهر فقط ولكن المبلغ المحصل كان 12 ألف عن 6 أشهر مقدما وتستخدم هذه المنشأة طريقة إثبات المبلغ المحصل على أنه خصم نلاحظ أن المبلغ المحصل منه جزء يخص عام 1422 و1423 نحن تركزنا على سنة 1422 حيث أننا نقوم بتحديد نتيجة النشاط لها في نهايتها يوم 3012 سنفاجأ أن هناك مبلغ خص إلى يوم 11 ويخص فترة 6 أشهر أي أنه مستمر حتى يوم 33 نحن نريد تحديد المبلغ الذي يخص العام فقط هو 1422 وهو ما يعادل ثلاثة شهور وسنجد أن هناك مبلغ يخص ثلاثة شهور أخرى يمثل إراد محصل مقدما الثلاثة أشهر التي تخص عام 1422 هي التي تمثل الإراد بينما أن المبلغ الذي يخص العام القادم يمثل الإراد المحصل مقدما وهو الذي يمثل خصم على المنشأة ما الذي فعلته المنشأة يوم 11 قامت بإثبات المبلغ بالكامل على أنه خصم نحن مطالبين في نهاية العام يوم 3012 أن نحدد المبلغ الذي يخص السنة وهو الذي سوف يصبح إراد وبالتالي يتم تخفيض الخصم إلى القيمة الجديدة التي تمثل إراد السلاسة أشهر القادمة وهي التي تظهر كخصم في الميزانية نشوف كده أولا عند تحصيل الإراد تم إثبات الإراد بالكامل على أنه خصم وسجدها تحت اسم الإراد المحصل مقدما دفتر اليومية بتاعنا من حساب الصندوق عند تحصيل الإراد بالمبلغ بالكامل اللي هو الـ 12 ألف إلى حساب الإراد المحصل مقدما ظهر هنا الإراد المحصل مقدما أو إراد إجارات محصل مقدما وقدره 12 ألف إثبات تحصيل إراد عقار نقدا يوم 11 ونلاحظ هنا أن إراد الإيجارات المحصل المقدما هو خصم بالنسبة للمنشأة في نهاية العام في الخطوة الأولى نقوم بعمل قيد تسوية يهدف إلى إظهار الإراد الذي يخص السنة حيث أنه غير موجود أصلا ويتم ذلك من خلال تخفيض مبلغ الخصم الإراد الذي يخص السنة هو إراد عن ثلاثة شهور والشهر الواحد إراده 2000 ريال إذن الإراد الذي يخص السنة هو مبلغ 6000 ريال نقوم بعمل قيد في دفتر اليومية نثبت فيه الإراد والإراد دائن ولإظهاره أيضا يكون دائن ويكون الطرف المدين هو الخصم الذي يتم تخفيضه يظهر الخصم مدينة وهو حساب إراد إيجارات محصل مقدما يظهر مدينة بمبلغ 6000 التي تخص العام الحالي كإراد ويظهر الإراد في الجانب الدائن تحت اسم إراد إيجارات بمبلغ 6000 إثبات إراد إيجارات الذي يخص الفترة أو يخص السنة وذلك في نهاية العام يوم 3012 نلاحظ أن هذا القيد فعل أمرين الأول أنه أدى إلى تخفيض قيمة الخصم وهو الذي كان اسمه إراد إيجارات محصل مقدما كان 12000 أخذنا منه الآن 6 إذن متبقي به 6 وكذلك ظهر إراد جديد وهو إراد الإيجارات نعيد ذلك للتأكيد فنقول ظهور إراد جديد هو إراد الإيجارات وهو الذي سوف يظهر ضمن الإيرادات في حساب الأرباح والخسائر كذلك تم تخفيض إراد الإيجارات المحصل مقدما أو الخصم والذي كانت قيمته 12000 أصبح فقط 6000 والذي تمثل الثلاثة أشهر القادمة وهذا هو المبلغ الذي يظهر ضمن الخصوم في الميزانية بناء على ذلك نقوم بإقفال الإيراد الذي يخص العام في حساب الأرباح والخسائر وهو به قيد الإقفال قاعدة عامة يتم إقفال المبلغ الذي يخص السنة سواء كان إيراد أو مصروف في حساب الأرباح والخسائر وحيث أن الإيراد دائن فلإقفاله يصبح مدين إذن من حساب إيراد إيجارات لإقفاله المبلغ الذي يخص السنة هو 6000 والطرف الآخر هو حساب الأرباح والخسائر إقفال إيراد إيجارات في حساب الأرباح والخسائر والتاريخ كان يوم 3012 اللي هو نهاية العام لتصوير الحسابات لدينا حسابين حساب إيراد إيجارات وهو حساب إيراد وحساب إيراد إيجارات محصل مقدما وهو خصم والمشاعة اتبعت طريقة إثبات المبلغ بالكامل على أنه خصم إذن يوم 11 تم إثبات الـ 12 ألف كاملة من حساب النقدية إلى حساب إيراد إيجارات كاملة على أنها خصم يوم 3012 في نهاية العام واجب تخفيض هذا الخصم فلتخفيضه هو أصلا دائن ولتخفيضه نجعله مدين يوم 3012 نأخذ منه 6000 تحت اسم إيراد الإيجارات وهي التي سوف تظهر كإيراد ضمن حساب إيراد إيجارات يوم 3012 مبلغ 6000 من حساب إيراد إيجارات محصل مقدما إذن ظهر الإيراد كاملا على أنه خصم عند تحصيله ثم تم تخفيضه بالإيراد الذي يخص السنة وظهر هذا الإيراد ضمن حساب إيراد الإيجارات وهو الذي يخص الفترة عند ترصيد الحسابات سوف نجد أن حساب إيرادات إيجارات به 6000 تقفل في نهاية العام أيضا هذه 6000 إلى حساب الأرباح والخسائر وبالتالي يظهر هذا المبلغ ضمن حساب الأرباح والخسائر كعلى أنه إيراد كذلك فإنه عند ترصيد حساب إيراد إيجارات محصل مقدما كان به 12 أخذنا منه 6 إذن متبقي به رصيد 6000 هذا الرصيد هو الذي يظهر ضمن الخصوم في الميزانية نقوم الآن بتصوير حساب الأرباح والخسائر والميزانية حساب الأرباح والخسائر به مصرفات وإيرادات والميزانية بها أصول وخصوم وحقوق الملكية يظهر الإيراد الذي معنى هو إيراد الإيجارات اللي هو 6000 إيراد إيجارات في حساب الأرباح والخسائر بال 6000 وهذا هو المبلغ السنوي أما المبلغ الذي لا يخص السنة ويزيد عنها فيظهر في الميزانية ضمن الخصوم وتحديدا الخصوم المتدولة تحت اسم إيراد إيجارات محصل مقدما بمبلغ 6000 إذن أخيرا نقول أنه ظهر في حساب الأرباح والخسائر المبلغ السنوي أو الذي يخص السنة والزيادة في هذا المبلغ عن المبلغ السنوي ظهرت ضمن الميزانية